كلام جميل جداً بنتكلم على يوم للتضامن الإنساني يوم بنؤكد فيه على قيم التعامل ومساعدة الغير بشكل كبير إزاي نترجم اليوم ده لأفعال حقيقية في الواقع؟ لسلوكيات أيوة لسلوكيات نعلمها لأبنائنا وللأجيال الجديدة اللي موجودة لأنها دابت فيه لخبطة على فكرة يعني الجيل الجديد شوية عنده نعمة تشويش نتيجة طبعاً مش يعني نتيجة السوشيال ميديا ودخول ثقافات دخيلة من خلال البوابة بتاعة السوشيال ميديا على قيم بتاعة الجيل الجديد اللي دوبت شوية شوية كده من الهوية المصرية القديمة اللي بتدعم قيمة التكافل والتضامن الاجتماعي اللي أنا بلخصه في قيمة سماوية كل الأديان اتكلمت عنها وهي قيمة العطاء وخلينا أقول معلومة مهمة أوي أن يعني من دراستي في علم النفس سنين كتير وخبرتي أن البني آدم لما بيعطي أو بيساعد حد بتتملي مراكز الطاقة اللي عنده بتتشحن بطاقة إيجابية لأنه بيحس أنه يعني عارف لما تشوف عملك بيكلل في فرحة عين شخص أو في سعادة حد ده بيدي لك طاقة إيجابية فالعطاء مش لازم يكون له مقابل مادي أو مقابل حتى على فكرة اجتماعية مجرد أن الشخص يعطي ده بيعمل للشخص نوع من الطاقة الإيجابية وأنه ليه دور في المجتمع مش عايزين نتكلم كلام شعرات قوي قد ما أنا عايزة أوجه الأمهات أنه هما يرجعوا يزرعوا القيمة دي في عقول الأطفال لأن دول طبعا حجر الأساس بتاع المجتمع الجاي بتاعنا